يعني اللي انت بتقولهولي عن المشوار اني اكون نجم الاول التنوع اللي حصل لك ما بين اخراج ما بين ادوار مهمة عمل لك الرضا النفسي الحمد لله اولا حضرتك انا طول عمري الرضا عندي ربنا منحني بس كنت بتنتقد نفسك كتير اساس محمد يا بنتقد ده انا مازلت والانتقاد ضرك انا بزعل اولا بس ايه يعني ببقى قاسي على نفسي ليه لان دايما ما ببقاش راضي يعني بقول ليه عملت ده طب ليه كان هنا مفروض اعمل كذا كان فيه كذا بس برجع افتكر جملة الاستاذ الكبير رحمة الله عليه الدكتور العظيم الدكتور علي فاهمي استاذنا وده كان ده اسمه في الاكديمية البريطانية يعني من الاسد ذا الكبار الدكتور علي فاهمي ده دكتور واستاذ في المقعد طبعا طبعا وبفلوسه وجي انتك فيلم ولا تردده الشديد حتى وهو ممثل في الازاعة ويقول لا غلط من كتر تردده بدأ يبعد بدأ ما يشتغلش فقعد يحذرنا بالحكاة دي فانا برغم ان بازعل من نفسي في حاجات وكده بس ببدأ ارجع افتكر جملة الدكتور علي اقول محلش خلاص هو اللي حصل ارضى بقى انما برضو لما بتراجع نفسك برضو بيبقى فيه تحسن في اللي بعده اكيد الانتقاد للنفس وكده بيخلي الانسان يعمل حاجات احسن واحسن انت الان راضي لما بيجيلك عمل من الاعمال اللي بيجيلك ما بتبصش على اسمك رايح فين بتبص على ايه دلوقتي انا لو بقيت بهتم هيكتبه اسم فين كنت زمان بزعله عن الوثان ولا حجم الدور ايه لان زي ما كنت بقول للممثلين لما بجيبهم وانا بخرج ما فيش دور صغير ولا دور كبير في دور مهم فيه ممثل صغير وممثل كبير فالنهاردة بعد الحمد لله بقت الناس عرفاني وكده حتى لو رحت عملت مشهد بس المهم انا بعمل انهي مشهد مشهد يبقى له تأثير في الضرابة اكيد هتفضل المشهد ليه تأثير وحضرتك اتكرمت في المسرح القومي وكرمت من الجمهور وكرمت مننا اسمك بيناور الشاشة بالنسبة لنا وإحنا كجمهور ما بنبصش اسمك مكتوب فين بنبص حضرتك قدمت ايه ربي يا خير فأنا بشكرك من المشهد